كل ما يجري في هذا الكون وكل ما يجري من أحداث فهو بتدبير الله سبحانه وتعالى ولا شك أن هناك مؤامرة كبيرة جدا تدور على العالمنا الإسلامي على وجه العموم وعلى بلدان الربيع العربي على وجه الخصوص وهذا يدركه من كان له عقل وإدراك وبصيرة من بداية أحداثها ولذلك يقول الحسن البصري إذا أقبلت الفتنة رآها كل عاقل وإذا أدبرت رآها كل جاهل فما يحاك لليبيا ولا أريد أن أتكلم عن سوريا والعراق واليمن وغيرها وتونس والجزائر الآن ما يحاك لليبيا منذ انطلاقتها تورة 17 فبراير وهناك مؤامرات تقوم بها دول وشخصيات وهيئات وأموال تدفع الليبيون لا يريدون أن يبصرونها الليبيون كثير من الليبيين لا يريد أن يبصر هذه الحقيقة ولكن الله سبحانه وتعالى أرانا آيات واحدة والأخرى أرانا كيف دمرت مدن وأرانا كيف دمرت أسر وأرانا كيف هجرت الآلاف وأرانا كيف حرقت الجتث وأرانا أشياء كثيرة ومع ذلك كثير من الناس لا يريد لا يريد أن يبصر هذه الحقيقة الآن الحريق في بيوتنا هذا الإنسان هذا المشروع الذي يمثله حفتر ومن معه حريق يريد أن يحرق الأخضر واليابس وليس في هذا المشروع بسكة عقل يعني قتل ورجم واقتحام بيوت واقتحام مدن آمنة وتدبير وتخطيط من الخارج ودعم وأموال وكل هذا الآن صار حقيقة ماثلة وصارت الآن القذائف وهذه الأمور ليست بعيدة هناك في درنا ولا في بنغازي إنما هنا في بيوتنا تحرقنا نحن فإذن هذه القضية الآن ليهلك من هلك عن بين ويحيى من حي عن بين الآن الصورة واضحة وما يزوره الإعلام من ثمان سنوات الآن سقط زيفه وظهر للناس جليا ولا يتبع هذا المشروع إنسان إلا في نفسه شيء في نفسه برد في نفسه انتقام في نفسه حقد ضاعت منه وزارة ضاعت منه مكانة في النظام السابق ضاعت منه شيء يريد أن ينتقم وإلا العاقل الذي يريد مصلحة ليبيا والذي يريد الخير لأبناء ليبيا لا يمكن يستحيل يموت ولا يمشي في هذا الطريق الذي سلاكو حفتر ومشروعه الإجرامي الذي يقال عنه الكرامة